في موضوع آخر كدى الدوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في تقرير الله اعتماداً على حصيلة مصالح مكافحة المخدرات من الدرك الوطني والمدرية العامة للأمن الوطني ومصالح الجمارك أكدانه تم حجز أكثر من 66 طن من القنب الهندي في الجزائر خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة الفارطة 45.87% منها محجزة في المنطقة الغربية من الوطن